ما حقيقة الضجة التي أثرت حول تصريحات ميشيل أليوماري الوزيرة الفرنسية الشهيرة في تلك الفترة وعلاقتها بالسلطة التونسية أنا ذاك هي ضجة فرنسية فرنسية طفية حسابات داخلية طبعا هي تبرق من عدة أشياء وشمعها كانت زمن في الليميزي هل تتعاهد لسلطات تونسية بتوفير بعض المعدات الأمنية لقمع التظاهرات هو التعاهد مش تعاهد هو احنا كتونس من المزودين في هذه الأشياء هي فرنسا بالتالي الاتصال بهم أو طلب كيفاش يسموها يعني كوموند تسريع طلبية مثلا تسريع طلبيات لأخيره حاجة عادية جدا عادية في زمن ثورة يعني عادية في كل الأيام في كل الأزمان حتى لما تكثر المشاكل في ملاعب الكرة القدم أيضا يحصل فيها تسريع طلبية طبيعة بطبيعة الحال تعرف أن المشاكل بتصارت أحيانا في ملاعب كرة القدم استهلك فيها لك ريموجاني يعني لا أدري إذا يمكن أن نقول بأنه كانت بريئة إلى هذا الحد مثل هذه التصريحات بريئة؟ أنا نتحدث عن البراءة لا إذا لم تكن بريئة يكون في مشكلة أنه في زمن ثورة يتم التعهد بالتسريع بمساعدة قوى الأمن التونسية بإرسال قناة بالمسائلة للدموع وإلى ما هناك للمساهمة في إخماد الثورات خاصة وأنها متهمة بأنها تنفعت من الرئيس وأنها تعهدت هي التهمت بين فرانسيس في بعضهم يعني لليزي اختار على من يعلق الشيء ماذا قالت للتونسيين؟ ماذا قالت لسلطات تونسية أنذاك؟ لا أدري لم أكن أنا المحادث لها ألم تتنفع هي من بعض الامتيازات التي قدمها حتى وزير الخارجية قال انتصال بهم كان في إطار العلاقات الثنائية قال أكثر ولا أقل لا وذلك التصريح هو ويهمه سيد كمال مرجل تحدث في هذا البرنام هذا ما قاله وسمعته أنا بالضبط قال تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية ولكن كانت العلاقة لا تزال جيدة أو في أي مستوى مع الفرنسيين في تلك الفترة في تلك الفترة كانت عادية في مستوى عادي جدا شو يعني عادي معلش عادية ليس فيها توترات أو أشكاليات ولكنها لم تكن جيدة ما معنى الجودة لا في فرق لأن العلاقات مع الولايات المتحدة كانت في أمور معينة خاصة الأمنية ممتازة في فترة معينة ومعروفة العلاقة مع فرنسا أيضا سيد تاهر العلاقة مع الولايات المتحدة آنذاك أثارتها أو أثارت إشكالياتها مسألة ويكيليكس ومسألة ويكيليكس أحدثت غضبات ما أكثر ما ضايق الرئيس في ويكيليكس عدة أشياء يعني أشياء أحيانا خاصة مذكرات سفيرة ومراسلات سفير إلى آخرية هذه بطبيعة الحال تثير عدة أشياء وتغضل أعطينا مثلا على أمر أغضب رئيس لا أتذكر بالضبط لأن ويكيليكس ذكرت فيها أشياء حتى ماذا استهلك في عشاء أو في مأدوبة إلى آخرية لم نتعود هذا في العلاقات الدولية تماما ولكن في العلاقات الدولية أيضا نعرف بأن الولايات المتحدة لم تهنئ الرئيس التونسي على إعادة انتخابه هذا لا أعرفه هذا لا أعرفه وهو ما تحدث عنه كمال مرجان أيضا أيه أنتم طرحتم السؤال على وزير الخارجية الأسبق كمال مرجان وأجابكم على هذا لم تكن تتلمس ذلك وأنت في دوائر القصر يوميا لا 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 تهاني جي من عدة أطراف ولست أنا من يتابع من هنأ ومن لم يهنأ ولكن يمكن أن تتلمس إذا ما كان الرئيس قد أغضبه ذلك أو قد أثر على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي بعد الانتخابات وبعد المباشرة أو بعد معلها في نوفمبر ظهرت حكاية ويكيليكس جاءت تهاني أو لم تأتي أو لم تأتي لا أدري